التطور العلم والتكنولوجيا اللي بيشهدوا عالمنا هو نتاج تضافر الجهود الانسانية عبر التاريخ والنهاردة هنتكلم على قصة نجاح توماس اديسون باعتباره هو من اشهر قصص النجاح في العالم واللي استطاع بفضل عبقريوتو وزكايا وان هو يعلمنا التجربة بداية الطريق حولنا للنجاح لما قال ان لما افشل ابدا بل وجدت الف طريقة فاشلة ليخترع في النهاية المصباح الكهربائي ففي الفيديو ده هنتعرف على قصة نجاح توماس اديسون وازاي وصل اختراعاته وهي اشهر اختراعاته كل ده هنتعرف عليه في الفيديو ده فما تنساش انك تعمل لايك وشيره وسبسكرايب يلا بينا اتولد توماس الف اديسون في 11 فبراير سنة 1874 بولاية اوهايو في الولايات المتحدة وكان اصغر اخواته ولما بدأ ان هو يكبر شوية لاحظ والدي وقتها ان هو بيطرح اسئلة كتير وكان بيحب تجربة كل ما هو الجديد وبيحب يعرف كل حاجة حواليه ولقى البعض في تصرفاته جنونية بالنسبة لعمره ولما كان عنده سبع سنين وصيب اديسون وقتها بالحومة الكرموزية اللي بتسبب بفقدان سمع وتدريجيا درس اديسون في مدرسة لمدة 3 شهور صمى قررت والدته انها تتابع تعليمه في البيت لان في قصة بتحكي بتقول ان اديسون اثار ازعاج واحد من المدارسين بتوعه بسبب قطرة الاسئلة اللي هو كان بيسألها فقال له اديسون في واحدة من الايام بانه طفل فاشل وده اللي اثار استياء جدا فهرع وقتها لوالدته وقال لها على اللي حصل ده وده اللي دفع والدته وقتها انها تخرجه من المدرسة وانها تتولى مهمة تدريسه وزودته بالكتير من الكتب العلمية وده اللي سمح له ان هو يتطلع على مختلف انواع المعارف من سنه مبكر وفي بداية حياته العلمية وبدعم من والديه فكر اديسون في انشاء مختبره الاول في قابل المنزل بتاعه بالفعل اتمكن من شراء بعض البطاريات وانبيب اختباره ومواد كميائية بس لسول حظ حصل انفجار صغير في المختبر ده وده اللي دفع ان هو يغلقه وحاول اديسون بمساعدة الصديق ليه ان هو يجيد نظام خاص بالتليجراف وكادة التجربة الاولى محاولة لتكملة اختراع سمائيل مورس سنة 1832 ولكنه فشل بعد ذلك وبعد عدة محاولات طويلة اتمكن فعلا من ارسال واستقبال الاشارات والرسائل عبر الجهاز ودخل اديسون لسول عمل في سن مبكر فلما كان عنده اتنشر سنة اقنع والديه واتها في الحصول على وظيفة وبالفعل اشتغل كباع للصحف للركاب الموجود في الكتار وفي سنة 1861 مع بداية الحرب الاهلية الامريكية اخذ سومس اديسون الحق الحصري لبيع الصحف اللي تتواكب اخر الاحداث عن الحرب دي وكانت دي بداية الانطلاقة لأهم مشاريعه فتمكن بعدها اديسون من العمل لمدة صغيرة كمشغل تليجراف ولكن بسفق ضنه للسمع بشكل تدريجي لم يستطع الاستكمال وبدأ اديسون بتطوير معرفته العلمية بما يتعلق بالكهرباء وبالفعل نجح في اختراع آلة التليجراف واللي بعدها اختلع المسجر الصوتي وعندما اختلع آلة تسجيل الصوتي دي اطلقوا عليه اسم الساحب واستطاع فيما بعد اختراع الهاتف الكهربائي سنتكده حاسي ان فيه اختراع ناقص والاختراع دوت اللي غير العالم كله واللي كلنا عرفنا توماس اديسون منه تقريب واللي غالبا انت جاي عشان تعرف قصته وهو المصباح الكهربائي الاختراع بتاعتوماس اديسون اللي غيرر مصور العالم كله وانهاره كله حرفية الاختراع دوت جات فكرته لما والدته تعبت وكان لازم تعمل عملها بالليل والدنيا بالليل وقتها كانت عتمة جدا فاييه كانت القصة بالظبط كل ده هنتعرف عليه في الجزء الثاني من الفيديو دوت فما تنساش انك تعمل لايك وشيرو وسبسكرايب وتستنى جزء الثاني اللي هنزل بكرة غالبا انا شريف نبيل من موقع القيادي سلام